قتل فتن فلسطيني في الثانية عشرة من العمر وأصيب آخر بجروح اليوم في غارة إسرائيلية جديدة على شرق مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة ومنذ الجمعة الماضي قتل سبعة عشر فلسطينيا وجرح ثلاثون آخرون بينهم ستة إصاباتهم خطيرة في غارات إسرائيلية على القطاع متواصلة لليوم الثالث على التوالي من جهة ثانية قال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطينيين أطلقوا أكثر من مئة صاروخ وقذيفة من كل الأنواع على الأراضي الإسرائيلية مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح بينهم ثلاثة عمال تايلنديين وقد تمكنت المنظومة الدفاعية المسمات القبة الحديدية من اعتراض أكثر من ثلاثين منها وزير الدفاع الإسرائيلي إهود باراك زار هذه المنظومة الدفاعية وإحدى المستوطنات الإسرائيلية وتوعد بضرب كل من يقصف المدنيين الإسرائيليين مؤكدا على أن القبة الحديدية ستدمر كل السواريخ والقذائف التي يطلقها الفلسطينيون من القطاع على جنوب إسرائيل موسيقى موسيقى